بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين حل كتاب المدرسة كونكت فور المنهج الجديد إجابة الوحدة الأولى بشكل كامل لجميع صفحات كتاب المدرسة كتاب الطالب علشان تقدر تراجع منه كالوحدة ككل الأول هسيب لك رابط لتحميل الكتاب علشان لو مش عندك الكتاب يبقى إيه موجود يعني تتقلب وتتصفح فيه الصفحات بتاعته ثانيا هسيب لك رابط الفيديوهات كلها كشرح وبعدين كامتحانات إلكترونية على كل درس يعني شرح الدرس والامتحان بتاعه وبعدين تعالوا نتوكل على الله ونشوف أول صفحة فيها إيه أول صفحة بيقول لي أنظر وناقش وشارك أفكارك Which fruits can you see in the back shore طبعا أي أنواع الفاكهة يمكن أن تراها في الصورة طبعا صورة الكتاب اللي إحنا عايزينه هنا أنك إنت هتقول I can't see أستطيع أن أرى وتقول بقى أسماء الفاكهة سواء كانت أبلز، طفاح مانجوز، جوابز، جريبز، عينب براحتك بقى السؤال الثاني What's your favorite fruit الفاكهة المفضلة بالنسبة لك طبعا تقول I like أنا بحب وبعدين إيه وبعدين تقول نوع الفاكهة اللي أنت بتحبها في الفواكه نفس الصفحة بعد نص الاستماع هنلاقي بعد نص القصة ما بين الولد وأمه اللي كانوا بيجهزوا الغداء وتكلموا عن المحاصيل اللي بتنتجها البلد بيقولوا what meal إيه الوجبة اللي هما كانوا هيأكلوها البريكفاست الفطار ولا لانش الغداء ولا الدينر العشاء طبعا الوجبة كانت لانش الغداء لأن أول كلمة الولد قال لها قال لها الغداء جاهز يا ماما فكانت الغداء طيب كلمة produce معناها إيه اللي هي ينتج what does the verb produce mean كلمة produce معناها أصلا ينتج أن الفلاحين بينتجوا بعض المحاصيل فهو عاوز كلمة ينتج يعني إيه يطرى أنك تربي وتأكل الفراخ عشان تجيب لك بيض ولحمة ولا أنك هتبني بيوت للفراخ علشان تكبر فيها لا أكيد الاختيار الأول طرى ما هينتجوا لنا بيض ولحمة وكده يبقى إذن كلمة produce ينتج تجي معها انتاج البيض والفراخ اللحمة يعني بتاعتها طيب السؤال الثالث بقى عايزني أجاوب what does magid think about the food what طبعا ما أو ماذا ماجد الولد think يعتقد عن الطعام إيه رأيه في الأكل يعني طبعا الحج ماجد قال إن الأكل إيه delicious لذيذ فعشان كده هنقول he هو think is يعتقد it عيدة على الطعام is يكون delicious لذيذ هو يعتقد أن الطعام يكون لذيذ صبحة اللي بعد كده جايب لي أنواع فواكه وخضروات وعاوزني هحط كل كلمة تحت الاسم بتاعها طبعا لازم أبقى عارف fruits اللي هي الفواكه vegetables الخضروات تمام جايب لي أول حاجة chicken وجابها لي بعدين العنب طبعا grapes لازم أبقى حافظ دول كويس اللبن بقى milk البصل onions الرز rice البطاطس potatoes الموز bananas المنجا mangoes أصب السكر sugar can بعدين أخيرا البطيخ water melon بعدين جاب لي صفحة خمسة بيقول لي اكتشف what other animals do farmers ways in Egypt إيه الحيوانات إيه اللي الفلاحين بيربوها في مصر عندنا حيوانات كتيرة طبعا الفلاحين بتربيها في مصر عندنا مثلا cows بقر بافلوز جموس sheep خروف تمام فانا قدر نقول له بقى ان ايه زي اللي هم الفلاحين raise بيربوا واقول بقى اي اسماء حيوانات cow sheep sheep goat معزة كده يعني تمام طيب اما لو قال لي الطيور اللي بيربوها في مصر نقول له chicken الفراخ duck البط تمام حاجات تاني بس ايه مش علينا اسماءها طيب بعدين ask and answer اسأل وجاوه write in your notebook وكتب في كوراستك السؤال what foods الاطعمة do we produce in Egypt اللي احنا بننتجها في مصر طبعا we produce vegetables احنا بننتج خضروات like مثلة واحد اقول بقى ايه tomatoes potatoes onions اي onions بصر اي حاجة من دي طب منكم اقول بقى ايه fruits فواكه مثلة وبردو اغير العنب grapes mangoes تمام ممكن اقول بردو ميت لحوم مثلا فش اسماك كل ده بيننتجوا ايه اطعامة برضو تنتج في مصر سوف خلي بعد كده جايب لي digestive system الجهاز الهضمي وجايب عليه اسئلة واحنا كنا شرحنا الكلام ده بالتفصيل فطبعا الجهاز الهضمي بيقول لي بقى لما احنا بناكل اول حاجة لما نيجي ناكل بنستخدم digestive food اللي هو الجهاز الهضمي علشان نهضم اللي احنا طبعا اللي احنا ايه بناكله what we eat اللي احنا بناكله and drink وبنشربه احنا بنحط الطعام في بقنا تمام شو يعني ينضغ بننضغ الطعام بايه طبعا our teeth بالاسنان طيب بعد الاسنان الفود goes down to esophagus بينزل على نخلط مع عصارة المعدة بعدين عصارة المعدة دي بقى بتتغير مع الطعام وتديله طاقة يبقى احنا هنختار الليكويد اللي هو السائل او العصارة بتاعة المعدة اللي بتغير الطعام لطاقة تقوي مين تقوي الجسم and نوعب بتديله ايه كمان بتديله neutrinthes neutrinthes المواد الغذائية اللي احنا بنحتاجها علشان تقوي اكسام ده المواد الغذائية دي بقى ايه بتبدأ تتحول لإيه بقى بتبدأ تتحول اه لحاجات مفيدة اه للجسم وبتبقى مفيدة هي والطاقة للجسم تمام طيب الصفحة اللي بعديها جايب لي بقى ايه صورة وبيقول لي عايزين نشوف النظام الصحي ايه ايه صحي يعني لو انا قعدت اسمع موسيقى الكلام ده هيبقى مفيد لي digestive system طبعا الاستماع للموسيقى لأ طب شرب الماء اه شرب الماء مفيد يبقى احنا هنعمل دايرة على ايه على شرب الماء طيب ايس كريم لأ تناول ايس كريم مش حاجة حلوة للمعدة يبقى ده مش هينفع طب اكلوا الخضروات عموما او الفواكه اه ده مهضم ومفيد يبقى ده كويس برضو طب الرياضة اه برضو الرياضة والماشي حاجة كويسة يبقى دول التلات حاجات اللي هم مفيدين لل digestive system او digestive system الجهاز الهضمي تمام طيب الصورة اللي بعد كده هيجيب لي توصيل على الجهاز التنفق طبعا اه اول كلمة بامب اللي هي يا ضخ هنوصلها بي انك انت بتتحرك بسرعة من مكان التاني اه كلمة اللي هي هنوصلها ب اللي هي العضو اللي في نص الوجهة بعدين understanding بيقول احنا عندنا منها اتنين هنوصلها بإيه عندنا منها اتنين وموجودين جوى الجسم بعدين اللي هو الحجاب الحاجز طبعا اللي هو عضلة بتبقى تحت الرقتين بعدين كلمة يتنفذ بقى هنوصلها بسي اللي هي ايه اللي هي تساعدنا على اغز الهواء طيب اه اسئلة كمان على الجهاز التنفسي عاوزني ارتب المحادسة اول حاجة معايا بيقول لي احنا بنتنفس من خلال الفم والانف تمام طيب تاني حاجة ايه بقى تاني حاجة ان الحجاب الحاجز بينخفض عشان يدخل الهوى تالت حاجة تالت حاجة ان الديافريم الحجاب الحاجز بيسحب الهوى ده ويوديه على الرئتين طيب رابع حاجة رابع حاجة ان احنا لما الهوى يوصل للرئتين الاكسجين بيبدأ ينزل يدخل يعني تمام خمس حاجة ان الحجاب الحاجز بقى بيتحرك لاعلى عشان يطلع الهوى اللي هو اللي هو سنوكشليك كربون تمام واخيرا بقى ان القلب بيدفع الهوى ده في الدم علشان يحرك الجسم تمام طيب اللي بعد كده جايب لي بيقول لي ازاي احنا نملك جهاز آآ آآ جهاز ريسفيراتوري سيستيم تنفسي صحيح يعني فجايب لي توصيل فبيقول لي بعد عن التدخين اكيد علامة التدخين اللي هي دي اللي هي دي يبقى طالما فيها سموك تدخين يبقى دي بعدين هنا التمرين فين اللي بيتمرن يبقى نكتب له طيب بعدين نباتات حط نباتات عشان تجيب لك اكسجين وتاخد منك سانوكسيدي كربون هتبقى تمام اخيرا بقى اه اشرب مية كتير يبقى ازا ده ايه يبقى ازا ده هيبقى ايه تمام طيب اللي بعد كده بيقول لي اشتغل في مجموعات ونقش الاسئلة دي مع زمائلك طبعا عارفين قصة التلت عيال دول ادم ودارين وجودي وكل واحدة عملت حاجة فهو بيقول لي تعتقد مسلا ان ده شغل صحي اللي بيعملوه طبعا هقول له مسلا نعم اعتقد ذلك طب ايه الحاجات الهيلس اللي انت منكم تعملها يعني انت لو عاوز تعمل حاجات صحية تفيدك في جسمك هتكون ايه هقول له مسلا دو سبورتس مسلا اي دو سبورتس اعمل رياضة اسهل حاجة بالنسبالي ان انا اعمل رياضة فالرياضة هي اللي هتساعدني على ان انا اكون ايه اكون هيلسي الصفحة اللي بعد كده بيقول لي اسمع وحاول تجاوب اول حاجة جايبها لي بيقول لي اعرف مين العمل الحاجة دي اول سؤال من اللي بيشرب كولا طبعا اللي بيشرب كولا البنت دارين تمام طيب من اللي بيلعب كورا الولد ادم كولا الاولى يشرب كولا والتانية يلعب كورا يبقى ادم اللي بيلعب كورا تلات حاجة بقى ايه من اللي انا باكلش حلويات نقط اي لايك فروت طبعا دي هنا في تناقض وعكس يبقى هتبقى ايه بط بط ولكن تمام فهحط بط التانية بيقول لي انا بشرب كولا بس بشرب مية كتير يبقى بط برضه تناقض بلعب كرة السلة وبلعب كرة القدم في البارك يبقى نقول له و عشان لعبه لعب البابا عالم وهو بيعتني او بينظر الى النباتات والحيوانات هنقول له اند برضو طيب حاجة حلوة خالص وهط وحر احيانا يبقى ده تناقض يبقى هتبقى بط واحد بيحب وبياكل واحدة بس في الاسبوع يبقى ده بط علشان ايه علشان ده تناقض تمام طيب نيجي للصفحة اللي بعديها طبعا الاصابات او الاسعافات الاولية فبيقول لي بقى لما ايدك تتعور او تتحرق يا طرح هتعمل ايه هتمسك ايدك وتحطها تحت المية الساعة ولا تحط الزبدة عليها طبعا احطها تحت المية الساعة تبقى الاجابة الاولى طب ابن عمك مش قادر يتنفس وما ليكوح اتضربه على الدراعه ولا تضربه على ظهره يعني شنق في الاكل طبعا نضربه على ايه على الظهر اللي هو باك تمام طيب التالتة بيقول لي اخوك اه سبرين حصل له خدشي يعني اه لا رجله تلاوت رجله تلاوت تحت منه فطبعا الى رجله تلاوت تحت منه هاي بقى هنجيب اه ضماضة او اه باج اف ايس تلجو نحطها عليه تمام طيب سبحل بعد كده اه جايب لي بقى ايه اللي عنده خدش واللي عنده اه جرح واللي وبيلبس الجوانتي عاوزني ارتب الاحداث دي على اساس ان فيه حد مثلا حصل له اه تعويرة او حادة وعايزين نرتب الاحداث مع بعض اول حاجة بيقول لي واحد وقع ورجله تعورت خليك معاه اعتبر نفسك صديقه هتعمل ايه اول حاجة طبعا اول حاجة ان احنا هنعمل ايه ها اتنينة هي تمام ان احنا هنعمل ايه بيقول لي اول حاجة قول له يعمل ايه يقعد تمام طيب بيقول لي اغسل السكريب اللي هو الخدش ده تمام بالمية والسابون طب بعد كده خمسة حط اللزقة عليه اللزقة الطبية تمام واخر حاجة بقى اللي هي ايه اللي هي انك انت هتغسل ايدك بعد كده طيب نيجي بعد كده بقى لصفحة التلاتاشر اه بيقول لي بقى اسمع وكمل النص يعني بنت نزفت اه حصل لها وعايزين احنا نساعدها اول حاجة نطلب منها ان هي تجلس فهنقول له ايه هنقول له اسك هير تو سيد داون نطلب منها ان هي تجلس تمام طيب بعد كده بعدين نقول لها مسيك الان في بتاعتك صح بعدين نطلب منها ان هي تتنفس كويس عشان نشوفها بتتنفس ولا لا تمام يبقى دول الاربع اجابات اللي احنا كملنا بيهم حسب الطرق اللي قبل كده ايه اللي موجود في صندوق الاسعافات الاولية نقدر نقول له كوتن اللي هو القطن يعني ونقدر نقول له كمان اا مسلا ممكن دواء وممكن نقول له كمان اللي هو تمام طيب الصفحة اللي بعدها 14 بيقول لي بقى الدرس الرابع اهو عشان اللي هو عارفين جاب لي صورة البنتين دول وجاب عليهم اسئلة بيقول لي اوصف الصورة بعدين البنات دي حسب ايه اوصف الصورة هقول له اي كان سي تو جيرلز انا شايف بنتين وصفت اللي موجود في الصورة السؤال التاني بقى بيقول لي هاو دو زا جيرلز فيل فاكريم في تالتة بتدقي كيف تشعر اشور بالسعادة هو بعينه بيراجع لعليه يعني فبيقول لي البتين دول حاسين بي ايه طبعا هقول له ايه هقول له انه هما الاتنين حاسين بالسعادة فاقول له زي هما سعداء هما ايه سعداء بعد كده هنا بيقول لي ايه واتز افلاب جاك الفلاب جاك ده اعتبر ايه طبعا بعد ما اخدنا الدرس عرفنا انه هو انه نوع من الكيك انه نوع من الكيك تمام ودي طبعا قصة البنت سوزان وتاليا المصرية والبريطانية صفحة اللي بعد كده خمستاشر اه طبعا ها اسئلة عالقصة ابنامي ابني الويس خلق اكايندو افكيك نوع من الكيكا طيب السؤال اللي بعد كده على قصة سوزان باردو البنت اول سؤال بيقول لي هو ار من هما دول هنقول له زي ار فريندس اصدقاء عاوز تقول له مثلا تاليا از ايجيبشن اندي سوزان از بريتش برضو ينفع نقول له بقى ان دي ايه ان دي اه مصرية ودي ايطالية بيسألني بقى هما فين دلوقتي طبعا ات سوزان او هم في شقة سوزان او في بيت ايه سوزان هو عاوزي يشتغل على كلمة اللي هي شقة صح وغلط سوزان راحت لشقة تاليا طبعا او اه تاليا يعني فطبعا غلط برضو دي مش صح ليه فهنعملها اف طبعا علشان هتوب بقى ايه غلط نيجي بعد كده سوزان ايجيبت اه دي بقى برضو غلط ليه غلط لان سوزان مش من مصر لان سوزان من بريتش من بريطانيا يبقى غلط طيب هنا بقى تاليا بتكره الفلاب جاك لا غلط ليه غلط بقى لان البنت قالت انه لذيذ طيب اربعة تاليا عاوزة تعمل فلاب جاك ايه صح عايزة تتعلمه يبقى دي هنعملها تي اللي هي ترو يعني يعني صح تمام طيب انت محتاج قابل محتاج توفا عشان تعمل الفلاب جاك غلط احنا محتاجين زبدة وقوتس علشان نعمل الفلاب جاك السؤال اللي بعد كده بقى بيقول لي هل هو مهم انك انت تحاول انك تجرب حاجة جديدة يعني شوفت وصفة اكل تحب تعملها وليه الكلام ده مهم ولا لأ وليه هنقول له ياس مهم ليه بقى عشان اتعلم زم عشان اتعلم اعملهم طيب نيجل الصفحة اللي بعد كده جايب لي مربع بيقول لي اعمل بحس بقى يعني بيقول لي شوف اكلة واشتغل على الاكلة دي قولي الاكلة دي اسمها ايه وايه مكوناتها وعملتها ازاي فانا طبعا اشتغلت على اكلة الكتاب قلت له الكيكة اللي هي اسمها فلاب جاك طيب هو بيقولي ازاي بتعملها هقول له انت محتاج اولا زبدة طبعا اللي هي المادة اللي احنا قلنا عليها زي الدقيق طيب اول حاجة اخلط الاواتس مع الباتر طيب بعد كده بعد كده اضيف شوجر ضيف لهم السكر طيب بعد كده بوت زم حطوهم اون فير حطوهم على النار تمام طب واخيرا واخيرا تطلحهم بقى ورقم خامسة كل بقى ايه الكيكة ونجيب له بقى شكلها بعد ما ايه بعد ما تعملت تمام طيب هنا بيدربني على درس الفوناتكس الصوتيات طبعا الصوت المفتوح شنطة فهنقوله ايه باج تمام مش ان هي نقص حرف يعني هو مش بيدربك على ان هي نقص حرف وانت هتكمل لا ده بيدربك على نطق الصوت المفتوح فهنا حرف الاي اتنطق فتحة باج باج شنطة تمام التانية بقى حرف الاي اتنطق مكسور يعني علشان جي الكي ساكن وبعد الكي ساكن جات الاي فاحنا بنقول مش كاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا جي كسرة ميكس ميكس تمام بالأرز بقى الاي جاي ايه هي المفروض اي هنا سوري انا افتكرتها ريس بقى فانما هي بالاي فهنقول رايس فانا تقطي الاي هنا ايه يعني ايه يعني اي زي ما هي انما هنا كسرة ميكس لكن دي راي راي رايس فواب يدربني على الصوتيات تمام هنا بقى جايب لي ايه اللي هو المقطع بتاع الار اي اللي بيعيد استخدام الكلمة فمسلا لو عندي دو يعني يفعل ري دو يعيد فعل بنتد لو انا ري بنتد يعيد تلوين وهكذا طيب شي كليند هير بايك نظفت البيك بتاعتها فانا هقوله شي ري كليند اعادت تنظيف طيب عملت الفلاب جاك يبقى ريميت اعادت صنعه وهكذا تمام هنا بقى جايب لي درس الاعداد الاولية الاعداد الاولية العدد الاولي هو اللي بيقبل الاسم على نفسه وعالواحد الصحيح بس ما بيقبلش على حاجة تانا غير كده يقبل الاسم على نفسه وعالواحد الصحيح هنعمل داير عليه العشرة عدد اولي لا ليه لان يقبل على كذا حاجة عشان كده مش اولي طب الاثناشر عدد اولي برضو لا عشان بيقبل على اكتر من حاجة طب التلاتة ايوة التلاتة دي اول حاجة معنا تعتبر عدد اولي لانها تقبل الاسم على نفسها يعني تلاتة على التلاتة وتقبل الاسم على الواحد الصحيح ينفع واحد ياخد تلاتة ومفيش تاني كده طب التسعة وتمانين نفس الكلام التسعة وتمانين اه تعتبر عدد اولي تلاتة واربعين اه عدد اولي والخمسة برضو اه عدد اولي التسعة لا بقى ليه لان التسعة بتقبل على نفسها وبتقبل على الواحد وبتقبل على التلاتة يبقى ما تنفعش كده سلعة وتلاتين برضو عدد اولي اه الاربعة لا الاربعة مش عدد اولي لانه الاربعة تقبل على نفسها وعلى الاتنين وعلى الواحد الصحيح يبقى ما يبقى كده فيها تلاتة حركات يبقى ما تنفعش طيب نيجي بقى ليه التلاتاشر عدد اولي برضو تحت بيقول لي اجمع ويكتب الجمع بالاحمر لو انه هو ايه لو انه هو عدد اولي فاحنا طبعا كتبنا التلاتة اللي هم تلاتاشر واسبعة وخمسين وتسعة وسبعين علشان هم دي اعداد ايه اولية والاخيرة مش هتنفع عشان الاخيرة فيها الحداشر وفيها الصحيح على الواحد الصحيح وفيها على نفسها فمش هتنفع فهم اول تلاتة بس تمام تمام طيب اه هنا بقى بيقول لي عايزين بقى احنا نعمل اه تيكست النص ده ونوصل الدرس تاع دمياط فبيقول لي دمياط مشهورة بايه طبعا مشهورة بالجبنة دمياطي يبقى هنوصلها بسي نعملهم كلهم وبعدان نقول ماشي طيب تعال هنا بقى اه يبقى الاولى وصلناها بسي عشان هي جبنة دمياطي التانية وصلناها بدي علشان بيقول لي الحيوانات اللي بنشوفها هناك هي الماعز والبقر والخرفان طيب الفارمرد الفلاحين بيزرعوا بيزرعوا الطماطم والبطاطس يبقى بيه هنا بقى حوالي مليون شخص يبقى الاولى عايشين في دمياط تمام؟ هنا بقى بيقول لي اكتب كل حاجة انت تعرفها عن مكان افترض مكان عندك فانت هتكتب بلدك مثلا فانا قلت له ده مكان في مصر تمام؟ طيب بعدين قال لي بيزرعوا ايه قلت له طماطم وبطاطس بعدين قال لي بيجيبوا اكل من قلت له من الدقيق فلور بعدين بيقول للناس اللي عايش هناك قلت له حوالي مثلا تلاتين الف تمام؟ طيب اشتركوا في القناة